الحقيقة إنه من أكتر القضايا اللي أزعجتنا جداً أو أزعجتني أنا شخصياً جداً في الأيام الماضية هو حادث مؤسف ومحزن لبنت عندها 16 سنة رودينا، رودينا أسامة، فتاة طالبة في سنة أولى سنوي في إحدى المدارس في منطقة فيصل في الجيزة جت لها أزمة ألبية وماتت، جت لها أزمة ألبية وماتت من إيه؟ نتيجة أزمة نفسية وضغوط بينها ومشدات وإخناءات بينها وبين أصحابها إيه القصة؟ القصة إنه رودينا معها صحاب كتير في المدرسة وفي المدرسة البنات بيكتبوا على التوخت بقى أساميهم، رودينا تخنقت قلت لهم لأ أو هكذا تروى القصة إنها تخنقت وقالت لأ ده 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 الدسك بتاعي، أيما كان عادي خناقات ومشدات بين البنات وبعضها فتقال لها إيه؟ هو أنت مش شايفة شكلك عمل إزاي؟ وأنا الحقيقة مش عارفة رودينا شكلها عمل إزاي؟ أنا شايفها فتاة جميلة، ربنا أرحمها، فتاة جميلة، لطيفة، رودينا فتاة أيضا أهلها بيقولوا إنها متفوقة فبنات ردوا عليها وقالوا لها أنت مش شايفة شكلك عمل إزاي؟ أنت مش في مستوانة وابتدينا بقى زي ما يكون فيه، تعارفين البنات لما يعملوا شلل ويبتدوا حالات من التنمر والتسخيف والتحقير لوحدة صاحبتهم، هم مش عايزينها في الشلة مش عايزين صحابها البنت اشتكت لأهلها كذا مرة وأبوها، أو ده طبقا طبعا للرواية اللي إحنا سمعناها إنه يعني عادي دي خنقت بنات وخنقت طلبة في المدرسة عادي، عادي، ردي، عادي جدا مش لازم تزعالي قوي، لكن يوم الـ 22 فبراير التنمر زاد على رودينا ورجعت من المدرسة مأهورة، وهي بتحكي الحكاية لأهلها وأكيد البنت كانت مأهورة جدا، فجأة وقعت مغمى عليها اتنقلت المستشفى، وهما بيكشفوا عليها أهلها فوقوا بالمصيبة، إنها ماتت نتيجة أزمة قلبية حادة يعني شيء مرعب، شيء مرعب، لا أستطيع أن يعني أصفه لأنه شيء شرير ومرعب، إن بنت توصل لهذه المرحلة من القهر، من الوجع اللي يوقف قلبها، اللي يخليها قلبها يقف وتموت من القهر ومن الشر اللي ممكن العيال يكونوا فاكرينه عادي، إيه؟ بنترق عليها، بنسخف عليها، مش عجبانة، مش عايزين نصحبها على فكرة كلنا تعرضنا لأشكال من هذا التنمر وما زلنا نتعرض له لكن ردينة ما استحملتش، قلب ردينة الصغير ما استحملش وماتت ردينة، بينها يعوض أهلها عن الوجع لفقدانها وولدها أقدم شكوى لإدارة التعليمية ببولاء الدكرور عن الوقع لكن هل فيه يعني هل فيه أدلة ماتت إزاي؟ ما فيش أدلة هتموت إزاي؟ يعني ماتت إزاي ردينة عايز أقول بس آخر رقم قبل ما أخد الاتصال أنه مرصد الأزهر حد الماضي كان بيتكلم على الحياة بمشكرهم على الإحصائيات اللي بيطلعوها بيكلموا عن التنمر إن آخر إحصائية صادرة عن اليونيساف 2019 بتقول إن ربع مليار طفل بيتعرضوا للتنمر كل سنة في العالم 70% من أطفال مصر بيتعرضوا للتنمر من قبل زملائهم 70% من أطفال مصر